السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بدرس تأثير الأحداث الطبيعية والأنشطة البشرية على التوازن البيئي إذن سنبدأ بفقرة ألاحظ وأتساءل مع مرور السنوات أصيب وسط غابوي بنجراف طربته نتيجة قطع أشجاره من طرف الإنسان واستهلاك نباتاته بسبب الرعي الجائر مما أدى إلى تراجعه والقضاء على كائناته الحية النباتية والحيوانية وهذا أثر على توازنه البيئي ونوعية الحياة فيه إذا لاحظوا معي فالوثيقة الأولى كتبين زحف الرمال على وسط غابوي إذن زحف الرمال كأتي نتيجة الرياح وهي دواهر بيئية طبيعية وقطع الأشجار كذلك من طرف الإنسان إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه خلال هذه الحصة كيف تؤثر الأحداث الطبيعية يعني فيضانات تعريات تصحور إلى غير ذلك والأنشطة البشرية من قطع الأشجار التلوث رعي جائر على التوازن البيئي كيفاش تؤثر الأحداث الطبيعية والأنشطة البشرية على التوازن البيئي بالنسبة للفرديات يمكن أن نقترح مثلا بأنه يعني يتأثر التوازن البيئي بالضواهر الطبيعية كالتصحر والفايضانات وبأنشطة الإنسان كقطع الأشجار والرعي الجائر وحرائق الغابات فبطبيعة الحال من اللي كنظره لقطع الأشجار مثلا فكنحيدو الغيطاء النباتي كنحيدو يعني المنتج اللي احنا عرفنا بأن السلسلة الغذائية اللي تربط بالمجموعة من الكائنات الحية فهي كتبدأ من المنتج اللي هي النباتات الخضراء فلحيدنا المنتج فبطبيعة الحال غادي نقطره بشكل سلبي على جميع يعني درجات السلسلة سأطرع المستلك من الدرجة الأولى سأطرع المستلك من الدرجة الثانية من الثالثة إلى غير ذلك إذن فحنا نخلقه عدم التوازن بين الكائنات الطبيعية في علاقتها بالوسط إذن نمر الآن إلى النشاط الأول النشاط الأول سنعرف تأثير بعض الأحداث الطبيعية على التوازن البيئي لانباك دو سيغطان إذن تقدم الوثائق 2 و 3 و 4 و 5 أسفل أمثلة لأحداث طبيعية لها تأثير على الوسط البيئي وتوازني إذن الوثيقة رقم 2 إذن التصحر ظاهرة طبيعية تنتج عن الجفاف وزحف الرمال الوثيقة رقم 3 الفيضانات ظاهرة طبيعية تؤثر على مكونات الوسط الطبيعي إذن هنا كنا ندرع لا تأثير الأحداث الطبيعية دائما إنجراف تربة واقتلاع الأشجار والمنحدرات بسبب التساقطات القوية والفيضانات إذا الفيضانات والسيول الجارفة فهي تؤدي إنجراف تربة دائما في إطار تأثير الأحداث الطبيعية للتوازن البيئي الوثيقة رقم 5 حدود الباركين يؤثر على الأوسط البيئية لأن السهارة ناتجة عن البركان فهي تؤدي الحرائق الغابات إلى غير ذلك إذن بالنسبة الأسئلة الخاصة بهذا النشاط النشاط الأول السؤال الأول أصف مضمون كل من الوثيقة رقم 2 و 3 و 4 و 5 والسؤال الثاني أبين كيف يؤثر كل حدث طبيعي على الوسط البيئي وتوازني إذن سنبينه كيف يؤثر كل حدث تصحر البراكين انجرة في الطرب بسبب الفيضانات الفيضانات يعني كظاهرة طبيعية سنشوف التأثير ديالها على توازن البيئي إذن نمر الآن إلى الأجوبة إذن السؤال الأول تبين الوثيقة 2 تجفيف الطربة وتشققها بسبب ظاهرة التصحر الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة إذن هنا سنجد مدد الجفاف ثلاثة ظاهرة الفيضانات التي يمكن أن تنتج عن كثرة التساقطات وزحف مياه الأوساط المائية و بالنسبة الوثيقة رقم 4 تظهر نجراف التربة واقتلاع النباتات وتعريت التربة خصوصا في المنحدرات بسبب قوة جريان الماء ناتج عن الأمطار القوية والفيضانات بالنسبة الوثيقة الخامسة يظهر بركان يطرح أدخنته في الهواء وكذلك زحف اللافات البركانية على أرضية الوسط البيئي المجاوض للبركان إذن السؤال تاني سنبينه يعني تأتي لكل ظاهرة طبيعية على التوازل البيئي إذن ظاهرة التصحر تؤدي إلى تدهور الأراضي التي تصبح غير قابلة للزراعة بالإضافة إلى القاضاء على المكونات الحية للتربة الفيضانات تتلف الأوساط البيئية الغابوية والمائية والتربة وتقضي على كائنتها الحية ومواردها الطبيعية بالإضافة إلى الخسائر المادية إنجراف التربة يؤثر على الغطاء النباتي إذن للغابات والمروج وكذلك النباتات المزرعة تؤدي البركان بأدخنتها إلى تلوث الهواء والعكاسها على الأوساط البيئية إذن سقوط الأمطار كل هذه الظواهر ناتجة عن الأحداث الطبيعية لها تأثير سلبي على التوازن البيئي إذن نمر الآن إلى النشاط الثاني الذي سنتعرف من خلاله على تأثير أنشطة الإنسان على التوازن البيئي إذن النشاط الثاني تأثير أنشطة الإنسان على التوازن البيئي تقدم الوثائق 6 و7 و8 و9 تشار أسفله أمثلة لممارسات خاطئة للإنسان في استغلال موارد طبيعية المتنوعة لبلاده لها تأثير سلبي على وسطه البيئي وتوازن إذن الوثيقة رقم 6 تبين الرعي الجائر الوثيقة رقم 7 تبين الصيد المكثف بالوسائل العصرية إذن استنزاف الطروات السمكية والبحرية بصفة عامة الوثيقة رقم 8 حرائق الغابة الوثيقة رقم 9 تبين صرف مياه عادمة في البحر إذن تلوث المياه والقضاء على الجمعة من الأنواع البحرية الوثيقة رقم 10 تبين مركب صناعي ينفث أضخنته في الهواء إذن تلوث الهواء وزيادة من ظاهرة الاحتباس الحراري الوثيقة رقم 11 تراكم النفايات البلاستيكية في وسط بيئي مطارح النفايات وتأثيرها على البيئة إذن بالنسبة للأسئلة أصف كل من الوثيقة 6 و7 و8 و9 و11 ثم سنحدد تأثير الممارسة الخاطئة في استغلال الإنسان لموارده الطبيعي على التوازن البيئي وكسؤال أخير سنقترح أمثلة من محيط لأحدى طبيعية وأنشطة بشرية أخرى لها تأثير على التوازن البيئي إذن بالنسبة للجواب عن السؤال الثالث إذن وصف الوثائق إذن الوثيقة 6 فهي تبين أثر الرعي غير المنظم والجائر على الغطاء النباتي للغابات والمروش الوثيقة 7 تبين استغلال مفرط للثروة البحرية وخصوصا عند استعمال وسائل الصيد العصرية الوثيقة 8 تبين حارق مهو اللغابة كثيفة بسبب ضعف المراقبة أو ناتج عن نشاط الإنسان أو عن خطأ منه الوثيقة رقم 9 تبين تلوث وسط مائي بسبب تصريف مياه عادي ما فيه تؤدي إلى القضاء على مكوناته الحية والوثيقة رقم 10 فهي تظهر طرح أدخنة كثيفة في الهواء آتية من مركب صناعي إذن بالنسبة للسؤال الرابع الأوساط البيئية واستهلاك مفرد للثروات الطبيعية مما يساهم في اختلال توازن الأوساط البيئية بالنسبة للسؤال الخامس أن نقترح أمثلة من محيط لأحداث طبيعية وأنشطة بشرية أخرى لها تأثير على التوازن البيئي إذن لدينا الفيضانات إذن الفيضانات فهي تؤثر إذن من الأحداث الطبيعية التي تؤثر على توازن البيئي كذلك بالنسبة لسلوكات إذن سلوك الإنسان إذن هنا توسع المدن إذن نربط دائما الدرس بالواقع إذن توسع المدن على حساب المساحات الخضراء توسع المدن توسع العمراني إذن توسع المدن نقصد به التوسع العمراني على حساب المناطق الخضراء إذن توسع العمراني أيضا يمكن أن نضيف المطارح العشوائية للنفايات المطارح العشوائية إذن للنفايات إلى غير ذلك إذن سندول استنتاجات في دفتر التقصي إذن سأقترح عليكم استنتاج خاص بالدرس إذن من بين الأحداث الطبيعية التي تؤثر على الأوساط البيئية نذكر التصحرة وزحف الرمال والفيضانات والنجرة في التربة والبراك ومن بين أنشطة الإنسان التي تؤثر على الأوساط البيئية ومواردها الطبيعية هناك قطع الأشجار والرعي الجائر والصيد المكثف وحرائق الغابة وتلوث الماء والهواء دون بلوغرال فرانسيا موسيقى إذن نمر الآن إلى فقرة أطبق إذن بالنسبة للسؤال الأول من أطبق أعرف العبارة التالية حدث طبيعي رعي جائر تلوث بيئي السؤال الثاني أحدد من خلال ثلاث أمثلة عواقب تدخلات الإنسان السلبية في استغلال موارد طبيعية على وسطه البيئي إذن بالنسبة للسؤال الأول حدث طبيعي هو حدث ناتج عن عوامل طبيعية لا يتسبب فيها الإنسان عوامل مناخية ولا جيولوجيا رعي جائر هو رعي مفرط وغير منظم وغير مراقب من طرف الجهات المختصة يتلف الغطاء النباتي تلوث بيئي هو تغير في الحالة الفيزيائية والكيميائية للوسط البيئي الماء الهواء تربع بسبب بعض المواد الملوثة المتنوعة التي تطرح فيه ويصبح بذلك وسطا بيئيا ملوثا بالنسبة للسؤال الثاني الاستغلال المفرط للثروة الغابوية يؤدي إلى تدهور تدريجي للغابات واختلاف أو اختفاء عفون كائنات حيوانية ونباتية بالنسبة للإستغلال المفرط للطاقة التقليدية مثل الغاز والبترول يؤدي إلى تلوث البيئة القانس والصيد المبالغ فيهما يؤدي إلى الاختفاء تدريجي لبعض المواد المحيوانات الطيور والحيوانات البحرية إذن نمر الآن لأسئلة جابلية جديفيني لترمي الثاني دزيرتفكيات أسابلما أساسي دزياما جديفيني أترمي على دوز أساسي على حيث أساسي دزيرتفكيات لحصول دروس produces تعالي جد العشيز في دوز داشتور ويبproblemة فية الانصيزة حصيل أساسي أدرك book شاهد أساسي يومي لذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة